الحوت كمان كويس قوي كل فارق ان التغيير اللي هننصحك تعمله ان انت تبقى نفسك الحوت عنده سنسيفيتي وحساسية بتخليه يشوف الجو عمل ازاي وتعايش معاه فيضغط على نفسه قوي وبعدين يتعب نفسيا فبقاش بالدائب مش حابب الشغل مش حابب لانه مش هو عايش في موت غير هو النصيحة البس اللي على كيف وقول اللي على في نفسك في اطار المفروض والصح يعني والزوء والاخلاق وكل حاجة وقول اللي جواك وعبر على اللي جواك وعمل اللي انت حابب تعمله عشان تبقى عايش سوي وسعيد وتنتج